جانو كردستاني يقدم قصة خرفان بانورج من الأدب الفرنسي روى الكاتب الفرنسي فرنسو ربلي قصة رجل يدعى بانورج كان في رحلة بحرية على متن سفينة وكان على نفس السفينة تاجر الأغنام دندونو ومعه قطيع من الخرفان المنقولة بغرض بيعها كان دندونو تاجرا جشعا لا يعرف معنى الرحمة ووصفه الأديب الكبير ربلي هرابله بأنه يمثل أسوأ ما في هذا العصر وهو غياب الإنسانية حدث أن وقع شجار على سطح المركب بين بانورج والتاجر دندونو صمم على إثره بانورج أن يمتقم من التاجر الجشع فقرر شراء الخرف الأكبر من التاجر بسعر عال وسط سعادة دندونو بالصفقة الرابحة وفي مشهد غريب يمسك بانورج بزعيم الخراف من قرنيه ويجره بقوة إلى طرف السفينة ثم يلقي به إلى البحر فما كان من أحد الخرفان إلا أن تبع خط الخروف القائد الغريق ليلقى مصيره ليلحقه الثانف الثالث في الرابع وسط ذهول للتاجر وصدمته ثم اصطفت الخرفان الباقية في طبور مهيد لتمارس دورها في القفز كل الاتجاهات جن جنون تاجر الأغنام دندونو وهو يحاول منع القطيع من القفز بالماء لكن محاولاته كلها باءت بالفشل فقد كان إيمان الخرفان بما يفعلونه على قدر من الرسوخ أكبر من أن يقاوم وبدافع قوي من الجشع اندفع دندونو للإنساك بآخر الخرفان الأحياء أملا في إنقافه من مصيره المحتوم إلا أن الخروف كان مصرا على الانسياق وراء الخرفان فكان أن سقط كلاهما في الماء ليموتى معا غرقا ومن هذه القصة صار تعبير خرفين بانورج موتا ونزدي بارج مصطلحا شائعا في اللغة الفرنسية ويعني انسياق الجماعة بلا وعي أو إرادة وراء آراء أو أفعال الآخرين اشتركوا في القناة